بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل سلسلتنا سلسلة رمضان غير الخامسة أنا والصدقة سبحان الله يعني الكلام عن الصدقة الإنسان اللي يحب كثير يتكلم عن الصدقة ويحب يتكلم كثير عن العطاء هذا يدل على شيء فإنه يدل على شرف صاحبه نفسه كده نظيفة وشريفة لأن سبحان الله لما نيجي في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن الصدقة بكلمة واحدة فقط قال ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان يا الله وقفت ليش برهان برهان على ماذا قال لك هذه الصدقة إنت قططعين من نص مالك مثلا أو من مالك أو من أي شيء أنت من وقتك من علمك هي برهان على إن الله سبحانه وتعالى حتما هيعوضني يقين أنه أنا مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وعنجي إيمان يقول لك الدليل على الصدقة الصدقة برهان يعني دليل دليل على ماذا؟ على الإيمان واليقين مع الله سبحانه وتعالى فنكمل نشوف إن سبحان الله إن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يخلفه في فين يخلفه؟ يقولك يخلفك في جسمك في صحتك في أولادك في راحة البال في المال في الرزق في البركة هذه كلها الله يعوضك فيها بعدين سبحان الله يقولك بائع نفسه لله معطقها من النار أنت تبيعين نفسك لله لأنك تبيع تعتقيها من النار لكن بائع نفسه للشيطان والهوى مهلكها التاجر تاجري مع الله الإنسان الذكي يفهم إش التجارة مع الله سبحانه وتعالى بس إحنا دائما نردد هذه الآيات الكريمة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يضاعف لك مضاعفة يعني ما لهم قياس معين سبحان الله إحنا نقول دائما المضاعفة يعني بعشرة بعدين العشرة إلى سبعمية لا الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وعالم بيقين أن أنت لما طلعتها طلعتها بقلب نظيف طلعتها هذه الصدقة عن حب فيربي يجعلنا من عندنا يقين سبحان الله بعدين نقول لك صاحب الصدقة يكون صاحب الصدقة يكون في ظل صدقة يوم القيامة وسبحان الله الصدقة تقي مصارع السوء وتكفر الدنوب وتطفئ غضب الرب وتبارك في المال وتزيد في الرزق وتجعلك كمان سبحان الله الله يقبلها من صاحبه حتى يقول لك تكون التمرة شفتي التمرة هذا في الحديث التمرة تكون أعظم من الجبل سبحان الله الله سبحانه وتعالى ما يقول في القرآن كريم ويربي الصدقات يعني يربيها لك ينميها لك يجعل يعني أنت يمكن تطلعي مثلا الريال تشوفي قليل بس عند رب العالمين تيجي يوم القيامة يمكن تلاقي بالملايين لأن الله سبحانه وتعالى رباها لك وكذرها لك ونماها لك لما صارت مثل الجبل وفي الحديث قال الله عز وجل في الحديث القدسي انفق يمنى آدم أنفق عليك كل ما بتطلع الله ينفق عليك وشوفي نافقة الله سبحانه وتعالى وإحنا الآن داخلين في شهر الإنفاق ومدرسة العطاء وما في أعظم مدرسة من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجود والعطاء سبحان الله دائما وقفتني إعبارة حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو يصف جود الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان نشوف الحديث في البخاري كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلاقيه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة سبحان الله جود وصف عجيب لابن عباس لرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوصف يعني جود شخص يوصف بالريح المرسلة شوفي الريح المرسلة يعني تخيلي أنت الريح لما تيجي في البلد أو تيجي في مزرعة الريح كيف تيجي تغطي كل حاجة كل شي فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف يعني وهو ماشي يعطي يجود والجود يا جماعة أعظم يعني من الصدقة الجود أعلى مراتب الكرم فهو هو كل ما يدي يدي من علمه يدي من وشه وبشاشته ابتسامته يدي من ماله يدي من عطاء أي شي يعني سبحان الله ما يرد سائل ف نشوف انت قيسي نفسك الآن سبحان الله متى آخر مرة كنت جوادة هذا رمضان الآن جاي يا جماعة تكوني جوادة على أهل بيتك أول شي على أقربائك على جيرانك على المحتاجين على الفقراء تكبر الدائرة عشان نسير زي سرعة الريح وفي وصفة ابن عباس للرسول صلى الله عليه وسلم في الجود والكرم طيب ليش قلت لك ربط ابن عباس زيادة يعني الجود جود الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن هنا شفتوا الدرس حقة القرآن اللي هو احنا كنا متكلمين عنه القرآن يا جماعة مرتبط سبحان الله بالأعمال الخيرية انتي كل ما بتقرأي كل ما تتدبري القرآن وكل ما تقرأي أجمل مقولة قالها ابن حجر في كلام جميل ماذا قال قال لأن مدارسة القرآن وتدبره في رمضان تجدد له العهد بغنى النفس قال لك انت كل ما تدارس القرآن تجدد لك ان يكون عندك غنى للنفس سبحان الله لما يكون عندك غنى للنفس نفسك شبعانة وغنية على طول تكوني تجودي وهذا فيه ربط بين التدبر القرآن مع قراءة القرآن انه النفس هذه تمتلئ سبحان الله غنى وتعطي جود وعطاء لأن خلاص تشوف ان هذه الدنيا يعني زائلة انت عندك غنى النفس وتجدسي انت تخيل انت جالسة تقرأين في القرآن وتتدبر الآيات وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين بالله عليك هتبخلي السحيل هتبخلي أكيد هتجدسي تبذلي وتطلعي وانت تدارسين القرآن في هذا الشهر الكريم بعدين عندنا سبحان الله احتي تاخذي انت تقرضين الله سبحانه وتعالى لما تقرأين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا تقولينه أنا يا رب أنا حقرض أنا حقرض انت تقرضين الله سبحانه وتعالى يا الله لما نجي نشوف الأحاديث دائما يأخذك في بالك اني أنا أطلع من المال في حديث جميل جدا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة إن في الجنة غرف غرف معناها أماكن عالية جدا يرى ظاهرها من باطنها يعني مثل الزجاج يرى ظاهرها من باطنها اللي داخل يشوف بره واللي بره يشوف اللي داخل قالوا لمن يا رسول الله قال شمعي لمن هذه الأماكن العالية هذه القصور أو بيوت أو أماكن جدا عالية قال لمن ألان الكلام يا جماعة الكلام الحلو قلوا للناس كلام حلو والله الناس ستتعطش بكلمة حلوة تبرد على قلبها الناس مليانة هموم يعني عندها مشاكلها لا تقطعوا في بعض لا تعوروا قلوب بعض لا تكوني سبب أنك أنت قاعدة تجرحي غيرك لا تكوني سبب الناس تخاف تقعد معاك لأن كلامك مجرح كلامك يعور كلامك هذه الإنسانة لو قعدت عليها حتعور لقلبي قدوا أنا قلبي مجروح ومليان شوفوا هذه الثواب لمن ألان الكلام وأفشى السلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام شوف الصلاة جات آخر لكن الأشياء اللي انت قاعدة تخدمي فيه عباده جت الأول سبحان الله فخليك يعني جتك الجود حتى لو بالكلام جيدي بالكلام وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعه تبقى الله يحبك خليك إنسان نافع للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم والله فيه بعض أحيان تدقي لسرور على قلب مسلم بكلمة بس مجرد مدح وصف جميل لها سبحان الله قلب الإنسان يدخل لسرور أو تكشفي كربة أو تقضي دينا أو تضرد عنه جوعا هذه الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى يحبها وهي نالجس نتفنن نتفنن في الصدقات سبحان الله وطبعا الصدقات أنا عارفة ناس كتير في بداية الرمضان طلعت صدقات افطار صائم لأن الحديث من أفطر صائما كان له مثل أجري غيره وأنه لا ينقص من أجري صائم الشيء ابدأي يعني ابدأي بأهل بيتك ابدأي بالناس الأقربين فتشي في العيلة فتشي في أحد مثلا عنده ظروفه شوية صعبة قولينهم أنا هجيب لكم المواد الغذائية حقه رمضان هذه السنة فتشي اين تسوي شوفي يعني احنا عارفين نطلع في الجمعيات الخيرية نطلع في الناس اللي بتجمع افطار صائم هذا كله الناس تجود لكن هذا الشيء ما تشوفيه بعينك لكن الشيء اللي هتشوفيه في عينك من أهل بيتك عيلتك كل ما أوكي عيلتي الحمد لله عندها كبر الدائرة كبر الدائرة وشوفي انت بنفسك فتشي سيري تدوري دايما على الناس اللي حوالينك اللي محتاجة ترى في الناس عندها عفيفة النفس بعدين نيجي سبحان الله حال السلف محمد بن شهاب الزهري ماذا كان يقول يقول إنما يعني رمضان إنما رمضان يعني لتلاوة القرآن شوفوا كثير بطون وإطعام الطعام يعني تلاوة القرآن وطعام الطعام طعام الطعام حتى أطبخ أكل عن جيرانك دايما والدين هم أهلي يعني هنا يبان البذل وجماعة وده حين إحنا في الدنيا كلها تعدي في ظروف اقتصادية جدا سيئة وكل واحد يعني الآن مع وضع الأمراض هذه وكل واحد والحجر الصحي يمكن فيه ناس مساكين كانوا يشتغلوا باليومية وقعدوا في بيوتهم وفيه ناس كانت تعتمد كثير على دخل خارجي وهذا كله سبحان الله صار مو موجود الآن فنجلس نشوف نشوف فين نودي صدقاتنا شوفي دوري الناس المحتاجة إعانة يعني فيه ظروف فيه ناس لحي نخرجوهم من أشغالهم قاعدين في البيوت وفيه ناس جدا وهذه تبان الصدقة برهان يعني حتى لو نقصوا من وظيفتك من مالك الله هو الرزاق يا جماعة الله هو الذي يخلف لا تقول يا الله أنا هذه المرة وظيفتي ما حلاقي مثلا المرتب المفروض اللي أنا ألاقي أو مثلا العطايا اللي ألاقيها في الشغل ما حلاقيها لأن الظروف الآن البلد والوضع الاقتصادي جدا الأمور كلها العالم كله عادي في وضع الاقتصادي سيء لكن هنا تبان برهانك للصدقة أني أنت كيف إيمانك بالله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق وهو اللي يعطي فهتكملي وتعطي وتطلع العطاء زي ما كل مرة تطلعي من غير ما ينقص منك شيء سبحان الله يعني العطاء يعني سبحان الله سيدنا أبو بكر في حادثة الإفكة يعني قريبه تكلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفكة لكن قطع المعونة وبعدين لما جت الآيات فنزلت الآيات ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى وربي أحب أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي ورجع المعونة لقريبه هنا 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 تباني النفوس تباني النفوس حتى لو غلط لنا حتى لو الآن تغلط في إنسان على طول خلاص يقتع لك الشيء اللي هو كان لا خلي نفسك عزيزة مترفعة عن هذه الدنيا وبعدين نيجي سبحان الله أنا دائما في ناس كثيرة لما نجي سنتكلم معهم مع الأسف الأمة ما تطلع زكاة يعني أول حاجة أول الركن طلعي الفرض طلعي اللي هو الزكاة لا تضيعي حق الله سبحانه وتعالى إذا أنت ضيعت يا حق الله أنت صرقت مال اليتيم صرقت مال المسكين صرقت مال الفقير أخذتين منه وقاعدة تاكليه فتاخدي حق من غير يعني تاكلي حقك من غير حقك هذا ليس حقك اللي هو مال الزكاة وسبحان الله ناس كثير تستصعب موضوع الزكاة ما عرف لي تلاقيت طلعي صدقة تقوليك أنا طلعي صدقة أنا طلعي صدقة يقولي لا لا أول ابدأي بالزكاة الإنسان أول يبدأ في الزكاة وبعدين وتفقه في الدين اسألي في موضوع الزكاة إذا ما أنت فاهمته استفسري افهمي من أهل العلم موضوع الزكاة سبحان الله والصدقات تتنوع يعني الآن إحنا في رمضان وقلت لكم الظروف الاقتصادية في أرامل في مساكين في فقراء في إجارات بيوت في فواتير كهرباء في مصاريف دراسة في سبحان الله أكل طعام في أري الله فيك خيرا في كسوة عيد وحتى موضوع الكسوة العيد ابدأ بالناس لبس الناس اللي حوالينك أول أهل بيتك اللي حوالينك أول حاجة وليه سبحان الله يعني تكسي إنسان الله يكسيك من حلل في يوم القيامة ويرب يجعلنا منهم يا رب العالمين في واحد من السلف سبحان الله كانوا يعيبوا عليه من الصالحين إنه هو يكثر السقدقات لدرجة إنه صار ينفذ ما عنده من المال ماذا قال؟ قال كلام جميل قال لو أراد أحدكم أن ينتقل من دار إلى دار أكان يتركه في الأولى شيء؟ يعني يتكلم عن دار الآخرة يعني لو واحد يبغى يعزل من بيته ويطلع من بيته كان حيسيب من هذا البيت اللي هيعزل منه حاجة؟ لا ما هيسيب منها شيء وبعدين سبحان الله في وصف جميل للصدقة قال لك أنت تاخذي أنت ما تقدر يتاخذي فلوسك ومالك معاك في يوم القيامة أو في قبرك ما تقدر يتاخذيه معاك لكن عندك قدرة إنه أنت تجعله قاعد يستقبلك إنك تتوديه الآن سبحان الله وفي عبارة جميلة جدا واختم فيها كلامي لسيدنا عمر من عبد العزيز الرحمة الله عليه قال الصلاة تبلغك نصف الطريق الصلاة توصلك نصف الطريق والصوم يبلغك باب الملك الصوم يبلغك رضي الله عنها كانت تعطر المال ولما كانوا يسألوها ليش تعطري قالت وهي تروح عند الفقير قال لا تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير فحأعطيكم كل يوم في رمضان كل يوم في رمضان حطي صندوق وحطي اللي تقدري حطي في الصندوق حطي 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 في طريقتين ممكن كل جمعة تطلع من الصندوق وتوزعي وفي بعض أحيان الناس ما شاء الله تطلع كل يوم إذا حسب الصعوب أنك تطلع كل يوم وتلاقي شخص حطي أعمليه لكل جمعة يعني كل جمعة تطلعي فيه وبعدين يوم العشر الأواخر تطلعي في الليل عشان توافق صدقتك إن شاء الله ليلة القدر طيب وسبحان الله وآخر يوم اللي هو يوم الخدمة القرآن تذكروا عن موضوع الخدمة القرآن اللي هو يوم 28 ليلة 29 اللي هو حطيتي في يوم خدمة القرآن خرج فيها صدقة عشان الله سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من النار وتفنني مع الله شوف إيش الشيء اللي ممكن يسعد إنسان وأي شيء تدخليه عشان تكون من الناس اللي الله يحبهم خير الناس أنفعهم الحب الناس إلى الله أنفعهم في ربي يجعلنا منهم ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين ويجعلنا من عباده الصالحين ويجعلنا أعمالنا مقبولا ويسامحنا ويعفو عنا الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة